ايه اللي هيحصل لما نرجسي يقابل شخص قوي او خصم قوي صعب عليه صعب السيطرة عليه ده اللي هيبقى موضوع حلقتنا النهو ده ان شاء الله موضوع النهار ده جماعة عن اللي هيحصل لما نرجسي يقدر يتأكد او يستوعب ان انت فعلا شخص قوي او ان قوتك دي تهديد له والوضعه ولمكانته قدام نفسه معروفة جماعة في البداية ان الثقة بالنفس والقوة وقوة شخصية اللي بتبقى في الضحية او في الناس عموما من الحاجات اللي بتجذب النرجسي ليها في البداية يعني دي من الحاجات اللي بتجذب النرجسي ليك في البداية ثقتك في نفسك وقوتك وقوة شخصيتك دي حاجات بتجذب ليك النرجسي وبيبقى عايز يقرب منك ويرتبط بيك عشان الحاجات دي ولكن في بعض الاحيان النرجسي الخفي بالذات بيكون عارف ان هو الحاجات دي بتهدده بتمثله تهديد وبيعتبر الشخصية القوية دي منافس له في حالة من شخصيتك دي بتبدأ تكشف عيوب الشخص النرجسي ده وبتبدأ تظهر ضعفه لان شخصيتك بيبقى ضده على طول ضعفه اللي بيبان عليه من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن النرجسي الخافي يعملها انه يبدأ يقوم بدور الضحية طبعا شخصيتك القوية دي بتدايق جدا النرجسي بتسيره بشكل وحش جدا وبتخليه يغضب بشكل يعني غير طبيعي وبيبدأ يشعر بالرهبة من شخصيتك القوية دي وبيبدأ في الوقت ده انه يعتبرك عدو له كمان يا جماعة الشخص النرجسي اللي هو العلني او الظاهر بيحس بنفس الحاجات دي بناحيتك لما بيلاقي شخصيتك قوية او ان انت شخص شديد عليه واقصد شديد عليه هنا يا جماعة ان انت ضد سيطرته او ان انت ترفض ان اتحكمه سيطرته بيك كمان هو بيبقى معجب بيك جدا في بداية العلاقة كمان النرجسي المتكبر يا جماعة بيعتبر الشخصية القوية دي هدف فيه كده نوع من المتعة لما بيحاول ان هو يكسره بيبقى مهمته في النوع يكسر الاول اللي عند الشخصية دي او قوتها وسيقطها بنفسها دي بيبقى هدف لها للشخص النرجسي المتكبر لانه بيحس ناحية نفسه بالعظمة وانه محدش احسن منه فهو بيميل جدا ان هو يعمل كل اللي في مقدوره على انه يضيع الشخصية القوية دي من الشخص او الخصم اللي هو بيتعامل معه ولكن طبعا بعد فترة من الوقت هيلاقي الشخص القوي ده عاصي عليه ومش قادر عليه بيكتشف في الوقت ده ان انت شخص صعب التلاعب بيه وصعب السيطرة عليه فيه ناس كتير يا جماعة مايش فهمه ان الشخص المتكبر ده دايما بيستهدف الاشخاص اللي فيها صفات جميلة او صفات حلوة لان الناس دول بيكونوا بالنسبة له اهداف سهلة يعني سهل السيطرة عليها لما بيكون الشخص النرجسي متكبر بيكون شخص مدمر ولما بتلاقي شخص زي ده بيحطت عينه على ضحية له فده بيكون بسبب الصفات الجميلة اللي بتبقى فيه في الضحية دي اللي هو بيستهدفها لانه بيلاقي عندك ان انت صفات جميلة جدا الحاجات دي يا جماعة بتدايق النرجسي جدا لما بيحس ان انت فيه حد الصفات الحلوة اللي في الاشخاص او في الناس دي بتدايق النرجسي وبتحسسه بوحشته بتحسسه بانه شخص مش كويس وطبعا معروفة جماعة ان النرجسي بينظر للضحية بتاعته على انها انعكاس لشخصيته هو يعني هو بيرتبط بالشخص اللي له مكان عالية واللي عنده صفات حلوة علشان ده بيحسسه برضو بالقيمة بيرفع من قيمته لما بيرتبط بشخص عنده قيمة او عنده صفات كويسة او ان هو شخص زاكي او شخص ناجح في عمله ده بينعكس بالضرورة عليه هو ولكن المشكلة الموجودة جماعة للنرجسيين ان هو عايز يسيطر عليك يعني هو مش ان هو بيستفيد منك او بارتباطه بيك ان انت شخص كويس فبيبقى عايز دايما شعوره بالسيطرة والهيمن عليك ده حاجة اساسية في النرجسي ومش هيقدر يستغنى عنها ابدا مهما كانت صفاتك ومهما كانت استفادته منك شخص النرجس يا جماعة اول ما بيلاقي ان انت ناجح بشكل زايد عن حده بالنسباله هو يعني بيعتبر ده تهديد له وبيبدأ يدور على طريقة يوقف بيها نجاحك وتقدمك ده نجاحك وقوتك ده بيعتبره مصدر للصراع بينك وبينه او بيعتبرها اسباب لانه يدخل معك في صراعات وإساءات وانه يحاول يحسسك بالقلم ويحسسك بقلة القيمة والمهانة قوة شخصيتك وثقتك بنفسك بتمثل او بتصير عند النرجسي مشاعر الخوف والقلق وكمان الغيرة وعدم الامان ما بيحسش بالامان لما بيلاقيك شخص متفوق بالشكل ده او شخص قوي بالشكل ده شخص النرجسي الجماعة صعب جدا من هو يقدر يداري غروره وبيبنغ غروره ده وقت لما بيلاقيك شخص قوي بيبقى عاوز يعمل اي حاجة علشان توقفك عند حدك او ان انت تخضع له النرجسي بيكون مرتاح جدا لما بيجذب حياته كلها كذيب طبعا سواء ده كان بشكل مباشر او غير مباشر يعني حاجة صريحة كذب صريحة او كذب اه في تلاعب يعني وده بتلاقيه لما بتسمع عنك اه كلام اه مش كويس في حقك او اشعاعات معينة بيكون هو النرجسي ده مصدر الاشعاعات اللي هتقالت عنك ده انت بتتفاجئ اثناء علاقتك به بان انت بتقال عنك كلام مش فيك او بتقال عليك اتهامات مش حقيقية وده بتبقى طريقة من النرجسي في انه اه يحاول يقلل من نجاحك وتفوقك وقوة شخصيتك وللأسف الكلام ده يا جماعة بيحصل مع الاباء النرجسيين بيبقى موجود جدا وكمان القرائب اللي موجودين في العائلة ممكن تلاقي ناس فعيلتك بتبقى غيرانة منك او بتحسدك على قوة شخصيتك او نجاحك او اي صفاتك وايس فيك بتبدأ تطلع عنك كلام مش فيك طبعا كل ده علشان يأمن لنفسه النرجسي بيأمن لنفسه الصورة المثالية بتاعته لان انت لما بتنجح بتداري على شخصيته هو شايف كده هو شايف ان انت نجاحك ده بيهدد صورته ومثاليته وشخصيته المزيفة اللي هو بيقنع بيها الناس كل تصرفات النرجسية يا جماعة بتكون بطريقة فيها تأكيد لسيطرته وقوته لازم يحس بالقوة والسيطرة الاشخاص النرجسيين يا جماعة ما بيتأثروش ابدا باي افكار او كلام بالنسبة لناس التانية اي حد يتكلم ما بياخدوش كلام الناس دي بمعنى جدي او بالاعتبار بيحطوه في الاعتبار يعني وبيعتمدوا النارجسيين على تقديرهم الخاص وتقديرهم هما لهم وجهة نظر مختلفة عن الناس كلها وطريقة معينة في وزن الامور هما بيعتمدوا على الحاجة دي وما بيهمهمش ابدا اي كلام تاني غير كلامهم هما ورأيهم هما وكل هدف النارجسي في حياته انه يحصل على شخص او يرتبط بحد يفضل على طول يديه له الامداد بتاعه اللي هو المتح والسناء عليه وانه هو يعتبره شخص خرافي جدا وشخص متفوق جدا هو ده اللي النارجسي عايزه من اي ارتباط بينه بين اي حد وطبعا النارجسي ما بيقدرش يتعامل مع الشخص القوي لان الشخص القوي ده بيقدر يحط حدود ويقدر يحط لنفسه قواعد في التعامل وفي العلاقة بينه بين اي حد مش بينه بين النارجسي بس فالنارجسي بيقف عاجز قدام الشخص القوي ده اللي عنده شخصية اللي عنده وضع لنفسه ما بيتنزلش عنه بالنسبة للناس يا جماعة اللي هما ما بيقتروش ان هما يبعدوا كليا عن النرجسي فاعتقد ان فيه طريقة السخور الرمضية او اللي هي الطريقة اللي هي بتاعت التعامل بعدم تفاعل يعني تفاعل يقل جدا لأقصى درجة ما فيش ردود افعال من يمتك او من ناحية النرجسي ومن ناحية تصرفاته وتحاول على انك تحافظ على اقل حاجة من الاتصال يعني تحاول ان ما كنتش قادر تقطع الاتصال تماما فانت تقلل جدا لاتصال بينك وبين النرجسي حاول تقضي وقت اكبر في انك تحاول تشفى وتخف من العلاقة السامة النرجسية دي حاول ترجع تاني تسيطر على حياتك وتعيد ترتبها وترتب اولوياتك من اول وجديد ولازم يجي وقت من الوقات تقدر فيها توقف دورة الاساءة النرجسية ناحيتك وطبعا علشان ان انت تحافظ على صحتك النفسية والعقلية فلازم تحرص على انك تحط قواعد وحدود واضحة صارمة ما تتعدهاش او ما يتعدهاش النرجسي معك وضع الحدود يا جماعة مهارة مهمة جدا في حياتك مع كل الناس لازم تتعلم اساسياتها ولازم تعرف ازاي توقف كل واحد عند حده تقدر تعمل لنفسك وضع معين محدش يقدر تجاوزه اسناء تعامله معك لازم تبع عارف يا جماعة ان النرجسي بينجذب جدا ناحية القوة ناحية الشخص القوي ولكن هو لما القوة دي او الشخصية القوية دي بتهدد تفوقه بتهدد شعوره ناحية نفسه بالتفوق والكمال استجابته هتختلف تماما رد فعله هيختلف تماما معك النرجسي ممكن ينجذب جدا للشخص اللي عنده ثقة بنفسه ولكن لما بيلاقي ان ثقة الشخص ده بنفسه بتبدأ تكشف الضعف اللي جوه النرجسي ده بيبدأ النرجسي يتحول لانه يوصف الشخص او يصنفه على انه عدو يوصف الشخص اللي هو بيتعامل مع ده على انه خصم له كمان من ردود افعال النرجسي لما بيلاقي شخص قوي انه يبدأ يتحول لدور الضحية يبدأ يعيش دور الضحية يحاول هو يستعطف اللي حواليه يستعطف الضحية نفسها ناحيته لما بيحس بان الشخص ده هو مش قادر عليها ومش قادر يسيطر عليها النرجسي في البداية لما بيلاقي شخص قوي بينجذب له ولكن لما بيلاقي الشخصية القوية دي بتهدد كبرياءه او بتهدد غروره اللي بتأثر جدا لو مقدرش يوقع الشخص اللي هو الضحية ده او القوي ده تحت سيطرته كل حياة النرجسي يا جماعة بتدور حاولين السيطرة والقوة يعني لازم يكون اللي بيرتبط به ده تحت طوعه ويقدر يسيطر عليه ووجهه زي ما هو عايز ويقدر يتحكم في حياته كما يراها واللي بتخليه في النهاية يا جماعة لما بيلاقي شخص قوي ما بيقدرش يسيطر عليه بيبدأ يتحول لانه يتعامل معاه بعدوانية ويمكن يوصل به انه هو يشوي سمعته يدعي عنه كلام مش كويس عشان يقلل من نظرة الناس له ويقلل من وضعه وشخصيته الجميلة اللي الناس كلها بتبصله بيها يعني هو هو النرجسي مش عايز حد يبصل اي حد غير نفسه مش عايز اعجاب بحد غير بنفسه هو وبيستخدم النرجسي الاكاذيب والتلاعب علشان يبدأ يتسبب في فشل الشخص القوي ده او يبدأ يصيبه في مقتل من ناحية وضعه الاجتماعي او شكله او قوة شخصيته او ثقته بنفسه النرجسي يا جماعة بيحاول يحصل على صورة خاصة بيه هو وصورة فيها مثالية يظهر بها قدام الناس وهيعمل اي شيء في الدنيا علشان يوصل للصورة دي ومش هيسمح بان الصورة دي تمس باي شكل من الاشكال حتى لو وصل بيه انه يجذب لان كده عشان كده يا جماعة هو حياة النرجسي كلها كذب كذب في كذب النرجسي ما بقدرش يتعامل بطبيعية مع الناس ما عندوش حاجة اسمها علاقة طبيعية او علاقة صحية بينه وبين الناس او بين اللي بيرتبط به علشان كده هو جواه اصلا بايز وجواه مش سليم علشان كده بيتطر يجذب في النهاية يبدأ يشوي سمعك للاشخاص اللي بيرتبط بيهم يبدأ يتكلم عنك يجيب في سرتك يتهمك كل ده علشان هو في النهاية يظهر انه هو الشكل الاحسن هو يحس ناحية نفسه بالانتصار وبالسيطرة وبالقوة كمان يا جماعة النارجسي لما بيقابل شخص قوي بيبدأ يدور فيه ده فتره القديمة بالنسبة له لو يعرف عنه اي حاجة قديمة اخطاء سابقة بيتكلم عنها بيبدأ يشير لها بيبدأ يظهرها لو عنده اي نقاط ضعف هيستخدمها ضده مهما كانت وطبعا الكلام ده ما بيرتبطش بالاخلاق او غير الاخلاق يعني هو النارجسي ما بيتعاملش باخلاق يعني ما عندوش فكرة عن الكلام ده فهيبدأ يقلب في حياة الشخص القوي ده او الشخص اللي هو الخصم اللي اعتبره خصم خلاص ويشوف ايه نقاط ضعفه او حياته السابقة شكلها ايه لو هو يعرفه اصلا قبل كده او ما يعرفوش هو هيحاول يرتبط به ويقرب منه زي ما احنا متعودين ويبدأ يعرف منه تفاصيل حياته ويقدر يعرف عنه بطريقته طبعا المتلعبة لحد ما يبدأ يذاكر شخصيته كويس قوي ويبدأ يعرف هيستخدم ايه ضده وزي ما قلنا يا جماعة السلوكيات ديت مش مقتصر على العلاقات النارجسية فقط او العلاقات اللي خارج الاسرة ولكن ممكن تلاقيها داخل الاسرة من قب نرجسي او ام نرجسية ناحية بنتها ممكن تلاقي الكلام ده عادي جدا الشخص القوي يا جماعة بيمثل للنارجسي مشكلة كبيرة صعبة الحل النارجسي يعني بيدور على اي طريقة علشان يوصل بيها للشخص القوي ده انه يقدر ينفد لعقله علشان يشوف ايه اللي ممكن يسيطر عليه بيه الشخص اللي هو القوي ما بيتأثرش بقى رأي الناس اللي حواليه لانه عنده ثقة بنفسه الشخص اللي عنده ثقة بنفسه ده ما بيهتمش ابدا برأي الناس مش ما بيهتمش يعني ان هو مش عاوز اسمع على رأي حده ولكن لا بيكون عنده اكتفاء برأيه وعنده ثقة في رأيه وفي كلامه ما بيكونش محتاج للمتح يعني ما بيكونش منتظر ان الناس تسني عليه او تتكلم عنه بطريقة حلوة او مش هو بيمارس حياته بطبيعية الشخص القوي شخص طبيعي وده عكس النرجسي تماما كمان الشخص القوي ده بيبقى عامل لنفسه حدود عموما للتعامل مع الناس زي ما اتكلمنا وبالتالي بيكون عامل حدود الحدود اللي بتعامل بيها مع الناس بيها دي بيتعامل بيها حتى لو قابل شخص النرجسي فبيوقف النرجسي عنده حده بدون من نرجسي حتى او الشخص القوي ده يحس ان اللي قدامه ده نرجسي لانه ماشي بقواعد معينة في حياته ما بيخرجش عنها ابدا حاول لو انت لقيت نفسك او اكتشفت في يوم الامن انت هدف لشخص النرجسي لازم تبقى عارف ان سلوكه ده هو انعكاس لضعفه وضعف شخصيته وجواه الهش ضعيف جدا وعدم ثقته بنفسه مش بسببك انت يعني المشكلة مش عندك انت ولازم ولازم ومهم جدا انك تحط قواعد وحدود زي ما قلت لك من شوية علشان تقدر تحافظ على صحتك النفسية والعقلية في التعامل مع الشخص المتلعب ده ولازم تتمسك بالناس الايجابيين والناس اللي يدعموك اللي يقفوا جنبك وقت اللزوم وقت ما تحب وقت ما تحتاج لمشورة حد تلاقي حد جنبك من الناس الاقوية دول بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة اتمنى كونوا استفدتم بيه وما كونش طولت عليكم وبشكركم ان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد عن النرجسية شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم